تشييع شعبي وحزبي وسياسي حاشد للشهيد مصطفى بدر الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت نائب الأمين العام لحزب الله يقول إن الحزب سيعلن في الساعات المقبلة عمن يقف وراء الشهاد مصطفى بدر الدين مركز حمين ميم لتنسيق التهديئة يحمل جبهة النصرى مسؤولية أفشال النظام التهديئة عبر قصف مدينة حلب أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم من الميدان اللبناني عبا الصباغ من بيروت ومن الميدان السوري محمد الخضر من دمشق ورضا الباشا من حلب ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الستوديو الباحث العسكري العميد المتقاعد شارل أبي نادر مرحبا بك مرحبا أهلا شيع حزب الله وقوى سياسية وحزبية وحشود شعبية جثمان القيادي الشهيد مصطفى بدر الدين في منطقة الغبير في ضحية بيروت الجنوبية موسيقى 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 ومن مكان التشييع انضم إلينا مراسل الميادين عباس صباغ عباس لو تضعنا في آخر الأجواء والأصداء في تشييع الشهيد القائد مصطفى بدر الدين نعم رامي انه تشييع مهيب لقائد كبير في المقاومة كما يسميها حزب الله في هذه الأثناء يسير النعش محمولا على كف رفاق الدرب ليورى في الثرى في جبالة روضة الشهيدين هنا في الضاحية الجنوبية إلى بيروت سيورى في الثرى إلى جانب الشهيد عماد مغني ونجله الشهيد جهاد مغني الذين اغتلاء في سوريا في العام الفين وثمانية والفين وخمسة عشر وأيضا هناك الشهيد سمير القنطار الذي اغتيل في التاسع عشر من كانون أول من العام الفائر في هذه الأثناء الحشود تسير خلف النعش وسط إطلاق النار هنا في وداع الشهيد مصطفى بدر الدين حشود كبيرة لبت نداء حزب الله لوداع هذا القائد الذي للمرة الأولى ربما يتعرف هذا الجمهور العريض على صوره لم تنشر من قبل أي صورة لهذا الشهيد كما نرى بعد لا تزال هذه الوقود تسير خلف النعش من مختلف الأمار هناك لساء على الشرفات نثرنا الأرز والورود على نعش الشهيد بدر الدين طبعا كان هناك كلمة للشيخ نعيم قاصم ووعد بأن يكون خلال الساعة المقبلة وفي حد أقصى غدا أن يعلن حزب الله الجهة المسؤولة عن الافتيال لكنه ألمح في حال كان العدو الإسرائيلي أو المتحالف مع هذا العدو فإن حزب الله سيحدث الموقف بما يليق بهذا الشهيد الذي تمنى الشهادة طبعا حشود من الضاحية من مناطق مختلفة وجوه سياسية نواب ووزراء ومسؤولون حزبيون من معظم الأحزاب اللبنانية يشاركون في هذه الأثناء في تشييع ووداع الشهيد مصطفى بدر الدين عوائل شهداء المقاومة الجميع هنا في هذا المكان في روضة الشهدين وما تعنيه لهذا الجمهور الذي ودع أكثر من شهيد في هذه المنطقة وننتظر بعد التشييع سيكون هناك كلام لحزب الله لتحديد ما يجب أن يكون نتابع هذه الحصول التي لا تزال تسير خلف الناش نحن هنا في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت يعني مشهد لم نشاهد من إلا من يقول بأنه يفخر بهذه الشهادة شهادة مصطفى بدر الدين لطالما عرفه جمهور المقاومة منذ العام 82 من القرن الفائت مقاوما على خطوط المواجهات مع العدو الإسرائيلي ومن ثم في عدوان تموز عام 2006 وصولا إلى جبهة دمشق الجنوبية والعاصمة السورية حيث أمضى سنوات عدة في محاربة الجماعات الإرهابية كما قال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله يعني من المفترض أن يكون النعش قد وصل إلى قبالة روضة الشهدين في الجانب الآخر من هنا وبالتالي ستتم راسم موارات الشهيد في السراء في حضور حزبي كل قيادة حزب الله باستثناء الأمين العام موجودة هنا في التشييع بعد أن تقبلت التعازي باستشهاد مصطفى بدر الدين كل الشكر لك عباس صباغ مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من الضحية الجنوبية لبيروت قال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أن الإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية استشهاد مصطفى بدر الدين ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة وأشار إلى أصول إلى بعض الخيوط التي قد تحدد الجهة التي تقف وراء هذا الانفجار أما الانفجار الذي حصل فقد حصل قرب مطار دمشق وفي مركز من مراكز حزب الله وكان انفجارا كبيرا وقد دأب إخواننا على التحقيق بطبيعة هذا الانفجار ومن سببه وبسبب وجود احتمالات عدة لم نرغب أن نستبق التحقيق وأن نعلن بناء على رؤية سياسية أو رغبة في تظهير بعض الأعداء دون البعض الآخر ولكن أطمئنكم خلال ساعات من الآن أقصاها صبيحة غد سنعلم بالتفصيل ما هو سبب الانفجار ومن هي الجهة المسؤولة وسنبني على الأمر مقتضاه وقد تلمسنا خطوات واضحة تؤشر إلى الجهة وإلى الأسلوب لكننا نحتاج إلى بعض الاستكمال لنتيقن مئة بالمئة وإن شاء الله سنعلن هذا الأمر على الملأ الشيخ قاسم أكد أن المقاومة تواجه إسرائيل ومن معها وأشار إلى أن الشهيد بدر الدين وجه ضربات للجماعات التكفيرية بشكل كبير في دمشق وأوجع أسيادهم في أمريكا وإسرائيل ودعمهم من جماعة النفط والدولار وفق تعبيره مستمرون في مواجهة إسرائيل ومستمرون في مواجهة التكفيريين بالنسبة إلينا لا يوجد إلا عدو واحد هو إسرائيل ومن معها تختلف الصورة وتختلف المواقع لكنهم جميعا في نهاية المطاف في داخل المشروع الإسرائيلي ونضم إلينا الآن الباحث العسكري العميد شارل أبي نادر مرحبا بك من جديد ننطلق مما قاله نائب الأمين العام لحزب الله بأن هناك احتمالات لطبيعة الانفجار الذي استشهد فيه الشهيد القائد مصطفى بدر الدين بالعلم العسكري ما هي هذه الاحتمالات مبدئا الاحتمالات إذا تكلمنا من ناحية التقنية العسكرية تتعدد الاحتمالات في هذا الموضوع هناك احتمال لعبوة صغيرة مركزة تم إيصلها إلى مكان قريب من وجود الشهيد هناك احتمال أيضا لعبوة أكبر قد طالت مبنى مبنى بأكمله أو طابق بأكمله هناك احتمال لانتحار هناك احتمال لسيارة انتحارية هناك احتمال لصاروخ موجه عن مسافة بعيدة موجه ذاتيا أو موجه بواسطة نقطة مساعدة في مكان قريب هناك احتمالات ولكن الأسار أسار الدمار أسار التداعيات الأسار الدخان أسار النيران قد تعطي اتجاه معينة أو تفاصيل معينة تؤدي إلى التحقيق كيف يمكننا أن نضع أيهما أكثر ترجيحا طالما أيضا قال نائب الأمين العام لحزب الله أنه انفجار كبير مبدئيا المنطقة مكان حصول الانفجار طبعا هي الآن مغلقة يتم العمل بداخلها من عناصر مختصة في المقاومة أو في الجيش السوري هذا أساسي طبيعة الدمار تعطي اتجاه عن حجم العبوة بالمبدأ إذا كان الدمار واضح أنه هناك جدران هناك أمور هناك طابق بأكمله مدمر يكون الانفجار كبيرا إذا كان العبوة تكون صغيرة ومفعولها باتجاه معين مركز ولكن أعطت مفعول قوي أيضا هناك اتجاه من هذه الناحية لهذه العبوة المركزة تعتبر عبوات مركزة تضرب أو تصيب مكان معين وفي جهة معينة دون أن تحدث تأثيرا في المحيط القريب وهذا يستعمل عادة في الاغتيالات التقنية المركزة الحديثة وهذه تعتبر تقنية لا تتواجد إلا مع دول متطورة هذه التقنيات لكنك وكأنك استبعدت أن تكون غارة وترجح أكثر ربما ما أن يكون بإطار عبوة بمعنى العملية لا لا لم نستبعد ولكن نحن نعرض الاحتمالات نعرض الاحتمالات ونبدأ من النقطة القريبة ومن الطريقة القريبة والتي هي عبارة عن عبوة مركزة أو عبوة كبيرة ناسفة وتكلمنا أيضا عن صاروخ موجه صاروخ موجه هناك نوعين الصاروخ الموجه عن بعد يحدث انفجار مباشر في نقطة الهدف وهناك أيضا صاروخ موجه يحدث انفجار تأخيري لبضعات لوقت معين يكون هناك عنصر أو مخبر أو كذا مساعد مع هذا الانفجار على وقت معين أو على اتصال معين يتم تفجير هذا الصاروخ أو هذه القذيفة الموجهة عن بعد هناك احتمالات واسعة ولكن كما قلنا طبيعة الدمار وطبيعة المكان حيث حصل الاستشهاد هي تعطي صورة باتجاه معين كيف حصل التفجير تقنيا ولكن بخصوص الجهة بخصوص الطريقة بخصوص من هم المتورطون هذا يحتمل هذا ما أكد عليه أيضا نائب الأمين العام لحزب الله وبكل الأحوال نحن نحاول بالعلم العسكري رسم خارط التكاهنات أو سيناريوهات طالما احتمالات مفتوحة وبانتظار الساعات القليلة القادمة وفي حدها الأعلى صباح الغد نعم كما قال السيد قاسر نتائج التقرير تقرير التحقيقات بكل أحوال ستبقى معنا وسنعود نفصل أيضا فيما له علاقة بالتداعيات والتأثيرات إذن مشاهدين حزب الله أعلن في بيان أن استشهاد القائد مصطفى بدر الدين تم إثر تفجيلا قرب مطار دمشق لم تعرف طبيعته نتابع التفاصيل مع أحمد عبد الله أهلا بكم أربعة بيانات أصدر حزب الله تعليقا على عملية اغتيال القيادي مصطفى بدر الدين المعروف السيد الفقار أبرزها البيان الثالث الذي كشف المعلومات الأولية حول كيفية حصول الاستهدام المعلومات المستقات من التحقيق الأولي بحسب بيان الحزب تفيد بأن انفجارا كبيرا استهدف أحد مراكز حزب الله بالقرب من مطار دمشق الدولي ما أدى إلى استشهاد السيد الفقار وإصابة آخرين بجراح طبيعة الانفجار وأسبابه هل هو ناتج عن قصف جوي أو صاروخي أو مدفعي قال البيان أن حزب الله سيعلنها فور اكتمال التحقيق البيان الأول الذي أعلن في حزب الله استشهاد بدر الدين نقل عنه قوله قبل شهور إنه لن يعود من سوريا إلا شهيدا أو حاملا راية النصر وهو أسس لشهادته عبر جهاده في مواجهة الجماعات التكفيرية في سوريا والتي تشكل رأس الحرب في المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة البيان أضاف أنه بعد حياة حافلة بالجهاد والأسر والجراح والإنجازات النوعية الكبيرة اختتم السيد الفقار حياته بالشهادة والتحق بقافلة شهداء القادة ومنهم رفيق دربه وجهاده الشهيد القائد الحاج عماد مغني الذي اغتلته إسرائيل في العاصمة السورية أيضا في الثاني عشر من شباط عام الفين وثمانية قيادة حزب الله كانت قد استقبلت وفودا شعبية وسياسية للتعزية بالشهيد بدر الدين يزيدنا في شهادته قوة وعزة وإرادة وصبرا وعزيمة وتصميما على متابعة القتال ضد العدو الصهيوني وضد التكفيريين حتى تحقيق النصر الكامل إعادة التأكيد والتذكير بأن كل الدموم الزكية التي سقطها في وجه المعركة مع الإرهاب وفي وجه المعركة مع الصهاينة وإسرائيل لأن إسرائيل هي التي تدير هذه المعركة بامتياز والغاية منها أصبحت واضحة هي تدمير هذه الأمة محور المقاومة بقياديه وبقواعده في سوريا وفي لبنان وفي كل مكان هم في الرهان الذي يؤكدون فيه إمساكهم بالانتصار ولذلك أرى في دماء هذا الشهيد الكبير أذاناً لفجر الانتصار الكبير في سوريا على الإرهاب يقول مصطفى اليوم من عليائه لأنه هو شهيد هذه الأمة شهيد هذه المسيرة التي لطالما حلم أن تكون نهيته بهذه الطريقة معركة مع إسرائيل ومع المشروع الأمريكي الصهيوني بالمنطقة معركة طويلة مواجهة الشرع الأوسط الجديد وهذا المشروع الذي يحاول يفتت منطقتنا العربية إلى كيانات مذهبية طائفية متناحرة بين بعض البعض بده تجميع بده توحيد لكل القوى لكل جبهة المقاومة مهما كانت الجهة التي اختالت الشهيد بدر الدين إسرائيل هي خلف مهما كان الرعاة مهما كان المنفزون الموضوع أنا لا أنتظر الملابسات أعرف أن العدو الإسرائيل هو المستفيد الأول من اغتيال مصطفى بدر الدين نعود إليك سيادة العميد شارل أبي نادر ونحن نتحدث عن شخصية قيادية بارزة لها وزنها في المقاومة الإسلامية في لبنان ونعرض أيضا وإياك وللمشاهدين هذه الصور الأولية التي تم الإفراج عنها للشهيد القائد مصطفى بدر الدين قبل قليل وسيتم أيضا عرض صور لها علاقة أيضا في الميدان ونحن نستعد هذه الصور من المهم أن نتحدث إذا نحن نتحدث عن قائد ميداني موجود في الصفوف الأولى في ميدان ملتهب بهذا الشكل ومعقد في سوريا وعملية الانفجار هذا يعني بطبيعة الحال هناك خلق أمني كبير أم أنه يجب أن نتحدث عن مثل هكذا سيناريوهات طالما نتحدث عن ميداني موجود على الأرض بمجرد أن نتكلم عن قائد ميداني والقائد الشهيد مصطفى بدر الدين كان مسؤول عن العمليات الخاصة إذا كان في نبنان أو في سوريا لأن الساحة هي ساحة واحدة أو الميدان هو واحد العدو واحد تكفيري أو العدو الإسرائيلي هو العدو واحد المعركة واحدة من هنا القادة هم مسؤولون في كافة الميدان الميدان المفتوح على بعضه طبعا هي عملية مهمة القائد الميداني والذي هو مسؤول عن العمليات الخاصة عادة يكون لديه مسؤولية حساسة لكن لديه مسؤولية معينة وفي نقاط معينة طبعا بموضوع العمليات الخاصة وأهمية العمليات الخاصة العمليات الخاصة هي خطرة تشكل طبعا خطورة على الذي ينفذها تشكل خطورة على القائد الذي يكون مسؤول عنها وأيضا لها أهمية استراتيجية هي تعطي النجاح للعمليات بشكل عام هي تستطيع أن تربح معركة بالكامل أو تربح حرب بالكامل العملية الخاصة من هنا أهمية العملية الخاصة وأهمية من يكون مسؤولا على قيادة وعلى تخطيط العمليات الخاصة مدى التأثير نحن نتحدث عن عمليات خاصة في ميدان مثل سوريا ما مدى التأثير على واقع العمليات تلك في المدى المنظور أقله باستشهاد القيادة مصطفى بدر الدين مبدئيا تؤثر تؤثر كما قلنا لأهمية العملية الخاصة والقائد الذي يقود على العملية الخاصة ولكن الحرب التي تخذها المقاومة ومنذ فترة طويلة بمواجهة العدو الإسرائيلي والآن بمواجهة التكفيريين جعلتها تحتاط دائما وهي القادة أو القادة الميدانيون دائما يدربون مساعدين لعملياتهم الخاصة قبل قليل كان هناك نوع من ما عرضناه من الصور الأولية وهي عادة حقيقة المقاومة عقب استشهاد أحد المقاومين وخصوصا القيادين بالعموم يتم الإفراج عن الصور قبل الاستشهاد لا تعرض مثل هكذا الصور لحساسيات أمنية ولكن محاضرات أيضا يلقيها وبالتالي نقل الخبرات وهذا ما قاطعت كنت تقوله سيد العملي نعم الهدف هو دائما هو إيجاد بدائل لأنهم معرضون للخطر ولأنهم في الميدان على الخطوط الأمامية من هنا دائما هذا الاحتمال لا يجوز بالمبدأ أن تكون المعطيات كاملة في القيادة وفي المعطيات العسكرية الحساسة في المعلومات العسكرية في المعلومات السرية تكون مع شخص واحد أو مع قائد واحد لأنه كما قلنا هو معرض وهذا دائما كنا نجد البديل في كافة العمليات التي يستشد فيها قادة للمقاومة إذا كان في لبنان في المواجهات والمعارك المعروفة أو إذا كان في الحرب السورية التي نلاحظها ونراقبها خلال فترة السنوات دائما كان هناك قائد بديل يساعد أو يحل محل القائد الأساسي الذي يستشد والعملية تتابع والمعطيات الأمنية والمعطيات العسكرية تتابع والتخطيط تتابع وكأن شيئا لم يكن بكل الأحوال أنت تتحدث عن هيكلية بالنسبة للمقاومة طالما تتحدث عن قائد ميداني في قلب الميدان دائما تكون هناك سيناريوهات بأن يستشهد هذا القائد وبالتالي جاهز الخيارات البديلة لمواصلة العمل دون التأثر بسيرها واستمرارها نعم لأن الشهادة بالأساس هي شهادة منتظرة والشهادة معروفة والشهادة هي أساسية في عمل المقاومة من هنا دائما المعركة ودائما المصر في النهاية هو الهدف لذلك يكون هناك خطط بديلة ويكون هناك خطط تلغي هذا الضعف الذي ممكن أن ينتج عن عملية الإغتيال بكل الأحواة ستبقى معنا نعطي أكثر صورة أكثر تفصيلا عن القائد الشهيد مصطفى بدر الدين إذن مشاهدين مصطفى بدر الدين شهيد شديد ينضم إلى القادة الشهداء في صفوف المقاومة ويعد من أبرز قادتها العسكريين خلال فترة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وحرب تموز 2006 فضلا عن دور أساسي في عمليات حزب الله في سوريا محمد محسن خمسة وخمسون عاما قدى معظمها في صفوف المقاومة مؤسسا ومخططا وقائدا يدرك أصدقائه وأعداؤه حجم بصماته في عمليات المقاومة التي أدت إلى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي مصطفى بدر الدين شهيدا قرب دمشق قائد عسكري وأمني بارز في المقاومة اللبنانية والإسلامية منذ تأسيسها بدأ يشغل مهمات قيادية فيها عرف بدر الدين الملقب بيئذ الفقار بأنه من أبرز الذين لاحقوا الشبكات الأمنية الإسرائيلية في لبنان ونجح في تفكيك الكثير منها شارك في عمليات كثيرة أوجعت إسرائيل تخطيطا وتنفيذا وكان من أبرز الأسماء التي وضعتها إسرائيل في لائحة الاستهداف والاغتيال كذلك يعد بدر الدين من أبرز قادة حزب الله العاملين في سوريا منذ دخول الحزب إلى جانب الجيش السوري المنقول عنه في الصحافة شحيح جدا لكنه قال منذ فترة لن أغادر عملي في لبنان أو سوريا أو أي ساحة أخرى إلا شهيدا محمولا أو حاملا لراية النصر نعود إليك سيادة العميد نحن نتحدث عن قيادي له باع طويل وتجربة ومسيرة نضال وجهاد طويلة وبالتالي من المهم أن نتحدث عن ممدى تأثير المقاومة باستشهاد مصطفى بدر الدين إنجاز التعبير هو قيادي أيضا وجهادي مخضرم في أكثر من ساحة وفي أكثر من تجربة وحقبة للمقاومة الإسلامية في لبنان طبيعي من الناحية الوجدانية والناحية الإنسانية هناك تأثير على أغلب المقاومين لأن القادة الميدانيين ومنهم الشهيد بدر الدين وسابقا كان الشهيد أماد مغني وأغلب القادة هم يكونون في مكان قريب من العناصر المقاومة من عناصر حزب الله في المعركة وهذا أساسي يخلق لحمة يخلق قرب إنساني طبيعي في المعركة وأثناء القتال وهذا يعتبر من ضمن الوجدانيات الأساسية التي أعتقد أن العناصر القريبة سوف تؤثر عليها من هذه الناحية ولكن من الناحية الميدانية ومن الناحية الأمنية والأسكرية تكلمنا في الموضوع أن المقاومة دائما هي تخطط المقاومة لها أهداف بعيدة والذي يخطط لأهداف بعيدة لا يتوقف عند قائد أو عند شخص أو عند مسؤول عن عمليات معينة لأن المعركة سوف تستمر والخطر هو داهم والعدو هو موجود والهدف أيضا هو باق باق إلى حتى تحقيق النصر من هنا هذا العمل الدؤوب بالاتجاه الطويل مسيرة طويلة من التخطيط مسيرة طويلة من التدريب ومن تجهيز القادة والكوادر والأرض والميدان في لبنان وفي سوريا هو دائما يعطي قادة لأن معركة خصوصا في سوريا من أشرس المعارك التي تجري إذا لم نقول في الإقليم نقول في العالم إذا لم وهي تعطي خبرات قوية وهذا يعطي إمكانية لأغلب القادة الكوادر الموجودين في أغلب المناطق والذين يتوزعون على أغلب المناطق في سوريا أو في لبنان وهم يحوزون على خبرات معينة ويكونون قادة بكل أحوال نسأل ونركز لأن العين الإسرائيلية أيضا تتابع مثل ما تعرف أيضا مشاهدين طالما المقاومة وقبل قليل قال نائب الأمين العام لحزب الله أنه ما زال يعني العدو واحد ومشخص والأدوات والمتحالفين مع دعنا وإياكم مشاهدين نرصد كيف تابعت إسرائيل يعني مشهد استشهاد مصطفى بدر الدين إذا مشاهدين فيما التزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت واكبت وسائل الإعلام الإسرائيلي إعلان خبر استشهاد مصطفى بدر الدين باهتمام كبير مع التركيز على عدم تحميل إسرائيل حتى الآن المسؤولية في البيان الصادر عن حزب الله منال اسماعيل منذ اللحظات الأولى التي تلت إعلان حزب الله نبأ استشهاد مصطفى بدر الدين واكبت وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر الاستشهاد مواكبة حثيثة الإعلام الإسرائيلي تناقل ما أوردته وسائل إعلام عربية عن عملية الاغتيال ومسؤولية إسرائيل عنها قبل أن ينتقل للتركيز على بيان حزب الله والتوقف بصورة خاصة عند عدم الإشارة إلى مسؤولية إسرائيل في البيان الأول نبدأ مع نوين الصباح التي تصدرتها تصفية المسؤول رفيع المستوى في حزب الله مصطفى بدر الدين وريث عماد مغلي وقد امتنعوا في حزب الله حتى اللحظة عن توجيه الاتهام إلى إسرائيل وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت مواكبتها خبريا وعززتها بنشر تفاصيل عن سيرة حياة الشهيد الجهادية في حزب الله وعن المهمات التي تولاها والعمليات التي كان مسؤولا عنها وفيما شدد الإعلام الإسرائيلي بداية على أن الجيش الإسرائيلي يرفض التعقيب على التقارير الواردة عن عملية الاغتيال حرص أيضا على تمرير رسالة مبطنة تنفي مسؤولية إسرائيل أو علاقتها بالاغتيال من خلال القول إن هناك تلميحات وإشارات تفيد بأن إسرائيل ليست ضالعة في عملية الاغتيال في موازات المواكبة الخبرية قدم معلقون وخبراء في إسرائيل قراءتهم لعملية الاغتيال ولدوافعها وتداعيتها الانتباع العام هو أن حزب الله يفضل فرض ستار من الغموض أو وضع هذا الحادث في نطاق الحادث الخاضع للتحقيق كما أشاروا في البيان وعدم المسارع للقفز إلى الاستنتاجات وفيما أشار محللون إلى أنهم في إسرائيل لا يتأسفون على موت مصطفى بدر الدين قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق اللواء في الاحتياط يعقوب عمد رور إن مقتل مصطفى بدر الدين بشرى إيجابية لإسرائيل وأن وضع إسرائيل يكون أفضل كلما اختفى الأشخاص الذين جمعوا خبرات كثيرة من قائمة المطلوبين استشهاد مصطفى بدر الدين ضربة قاسية على نحو خاص لقيادة حزب الله العسكرية يقول مراقبون ويستدركون بأن حزب الله في هذه الحالة أيضا سيتغلب على الجرح وسيعين قائدا عسكريا آخر من ضمن قيادته الرفيعة المستوى وبعد وقت قصير سيستمد القوة من الضربة التي أصابته مجددا نعود إليك سيادة العميد شارل أبي نادر في نقطتين نقطة الأولى لا نسجل جديدا في التعاطي الإسرائيلي الصمت الرسمي أعتدنا عليه في التعاطي الإعلامي هل نسجل جديد؟ والتحقيقات المنتظرة والتي تجري هي على ماذا تركز الجهة أم الطريقة أم على كلا الأمرين؟ على كلا الأمرين بالمبدأ على الطريقة واستنادا للطريقة والطريقة التفجير والإمكانيات التفجير والقدرات التفجير والمتفجرة يتجه التحقيق باتجاه الجهة المنفذة وهذا أساسي طبعا إسرائيل في هذا الموضوع هي في وضع حساس لا تستطيع حتى لو كانت هي قد اتخذت قرار بالاغتيال بطريقة أو بأخرى الآن الموضوع أصبح على شفير خط معين أو نقطة معينة بعد الاغتيال الثاني أو الثالث لقادة أساسيين لحزب الله في سوريا وإسرائيل تعلم أيضا أن قادة حزب الله ويقول دائما سماحة الأمين العام أن الموضوع أصبح ذكرها في الرد على استشهاد القادة في الجنوب السوري وذكرها أيضا في الرد على استشهاد لاحقا على استشهاد القائد سمير الأنطار وطم تنفيذ العمليتين في الردين المباشرين من هنا إسرائيل تدرس حسابتها إذا كانت هي لها علاقة في هذا الموضوع وأعتقد أنها سوف تأخذ وقتا للإعلان عن المسؤولية إذا كانت هي مسؤولة والأرجح هي مسؤولة سيد العميد ما أشرنا إليه لا نسجل جديدا وأنت تقول بالأرجح أن هي مسؤولة عليه لا أدري أيضا إلى حد هو يسجل أيضا بيان حزب الله لم يشر إلى إسرائيل بشكل مباشر وأن قالها نائب الأمين العام لحزب الله أنه إسرائيل هي العدو الأساسي وبالتالي إحتماليا أكبر بالمبدأ المسؤولية إسرائيلية ولكن التنفيذ قد يكون عن طريق أصابع أرهابية معينة أو أصابع عملاء معينة ولكن الاتجاه المعين والمستفيد الأساسي هو إسرائيل لأن إسرائيل في حرب واضح أنها في حرب مع المقاومة والمقاومة في حرب مع إسرائيل الحرب مفتوحة بين المقاومة وبين الإسرائيل وهذه جولة من هذه الحروب الطويلة المفتوحة والتي تطال قادة المقاومة والتي تطال النقاط الرئيسية ونقاط القوة الأساسية لدى المقاومة بشكل سريع إذا أردنا أن نتحدث عن قرار بهذا الحجم لشخصية كشخصية القياد الشهيد مصطفى بدر الدين يمكن أن يكون بجهة محلية أنجاز التعبير أو فصيل مقاتل في سوريا أن يتخذ مثل هكذا قرار طالما لديه تداعيات القرار كبير طبعا القرار كبير وهو يتخطى المجموعة الإرهابية وتخطى العملاء يصل إلى إسرائيل ويصل إلى دولة أبعد من إسرائيل لأن الشهيد بدر الدين كان أيضا مطلوبا لدى الأمريكيين ومطلوبا لدى المخابرة الأمريكية لعمليات خاصة سابقة في مواجهتهم وهذا قرار كبير أيضا وأعتقد أن الموضوع سوف يأخذ بعضا من التروي من كافة الأطراف بعد صدور التحقيقات جاء أن تبقى معنا سيدة العميد وكذلك مشاهديننا لأننا سنتوقف مع فاصل ونعود لمواصلة الميدانية أهلا بكم جديد في الميدانية من الميادين تمكنت وحدات من الجيش السوري من تسجيل تقدم في مزارع دير العصافير بلدة نولا وحرست القنطرة في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية لدمشق هذا التقدم الجديد ترافق مع قصف مدفعي للجيش استهدف تجمعات المسلحين في بلدة بالا فيما تبادلت الجمعات المسلحة الاتهامات بالفرار من الجبهات من دمشق ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الخضر محمد يستمر التقدم للجيش السوري وحلفاءه في نقاط في الغوطة الشرقية على ماذا يقوم هذا المسار العسكري وأي الأهداف يتوخى رامية في الواقع هو مسار طويل طويل بالمعنى الزمني يعني منذ عدة أشهر ويجري العمل على هذه الجبهة المعقدة بدأ ذلك في مرج السلطان قبل عدة أشهر وتم التقدم فيها واستعادتها وكانت منطلقا في الواقع لهذه العمليات الهدف الأساسي لهذه العملية كما بات واضحا هو التضييق على الوجود المسلح بكل تلوينه ومحاولة حصار المسلحين بين الجزء الشمالي من الغوطة الشرقية عن الجزء الجنوبي بذلك يكون يعني تحقق جزء كبير من الضغط على هؤلاء المسلحين لا ننسى في هذا الإطار على أن المسلحين في الغوطة الشرقية لديهم جبهات أخرى تضيق عليهم أساسا هناك من جهة وتستراد دمشق حمص القديم وهناك من جهة عدرة ومن جهة تلكردي أن تحقق هذا الهدف بيسيطر على كل هذا القطاع الواقع في المتوسط تقريبا منتصف الغوطة الشرقية يكون الجيش وحلفائه تمكنوا بالفعل من قطع التواصل بين المسلحين في الجزء الشمالي من الغوطة الشرقية عن الجزء الجنوبي وهم بذلك اليوم يحققون جزءا كبيرا يعني الهدف لم يتحقق تماما لكن اليوم مع هذا التقدم ينجزون جزءا مهما من هذه المهمة الكبيرة والحيوية والاستراتيجية لتقدم في الغوطة الشرقية محمد نسجل حديثة وتبادل الاتهامات بين الفصائل المتواجدة في هذه النقاط بالغوطة الشرقية وتبادل الاتهامات بالانسحاب والفرار من تلك الجبهات ما هو واقع هذه المجموعات وكيف يتم الاستفادة منها بالنسبة للجيش بالفعل حتى صباح هذا اليوم كان هناك بيان للناطق أو أحد الناطقين بيسم جيش الإسلام المجموعة المسلحة الأكبر في كل الغوطة الشرقية يتهم مجموعات أخرى من فيرق الرحمن ومن مجموعات جيش الفستاط التابعة لجبهة النصرة بالهروب وترك تلك الجبهات طبعا هذه الاتهامات أساسا هي في إطار التناحر والخلاف الشديد بين هذه المجموعات لا ننسى أنه حصيلة حوالي أسبوعين من المواجهات والاجتباكات والتوتر بين جيش الإسلام وهتين المجموعتين قد أدى إلى حوالي أربعمائة قتيل هذه حصيلة كبيرة جدا في الواقع هي لا تزال تؤثر بشكل كبير على كل الغوطة الشرقية وسط حالة من التذمر المدنيين الموجودين على أساس أن هؤلاء يتقاتلون على التوزع الحصص الغذائية والتحكم بالمعنى الآخر بالمداخل والمخارج للحصول على أكبر كمية من المغانم في هذا اليوم في تحديدا كان هناك بيان لجيش الإسلام يتهم هذه المجموعات بالتخاذل والهروب من أمام الجيش السوري وحلفة في تلك الجبهات التي حقق فيها هذا التقدم في دير العصفير وفي نولا وبالا وزبدين وحتى وصولا إلى أطراف مزارع الركابية أشكرك جزيل شكر محمد الخضر مراسل الميدين كنت معنا مباشرة من دمشق ونعود جددا إلى الستوديو وإليك سيادة العميد ونحن وإياك نفتح هذه الخارطة نشير إلى الغوطة الشرقية النقاط التي تحدث عنها زميل محمد الخضر أي تكتيك في الواقع الميداني لهذه المنطقة؟ أي تكتيك يستخدم الجيش السوري؟ وكيف يتم انتقاء هذه النقاط؟ مبدئيا التكتيك أصبح واضحا هو الهدف الرئيسي هو فصل الشمال عن الجنوب في منطقة الغوطة الشرقية وهذا أساسي بالنسبة للجيش السوري هو يحاول توصيع نقاط ارتكازه باتجاه الغرب باتجاه الشرق وباتجاه الجنوب الشرقي بتأمين حماية لمطار دمشق الدولي وكانت نقطة رئيسية هي السيطرة على زبدين بالأساس هذه السيطرة على زبدين أعطت بعدا للجيش السوري للتمدد وأضافها على تمدده السابق في مجلس سلطان والتي كانت هي أساسية التوسع في هذه المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية يعطي بعدا أساسيا يكمل أو يؤمن وسعا أكبر لحزام أمن دمشق وهذه نقطة أساسية وبما زل عن تقاتل المسلحين مع بعضهم أو بما زل عن هروبهم أو بما زل عن بواجاتهم للجيش السوري الجيش السوري يتقدم ويفصل الشمال الغوطة الشرقية عن جنوب الغوطة الشرقية كيف يتم انتقاء هذه النقاط؟ زبدين تحدثنا عندما تقدم الجيش في زبدين عن أهميتها وبالتالي يتحدث الآن عن نولا اختيار هذه النقاط على ماذا يكون؟ بالمبدأ بالأساس يختار الجيش السوري نقطة أساسية تكون مفصلا أو تكون تؤمن محاور معينة يتمدد منها هو لا يختار نقاط بعيدة يختار نقاط استراتيجية في دخل الغوطة الشرقية ولكنها تؤمن وصل وربط لنقاط هو يريدها لاحقا لتوسيع سيطرته أو بقعة انتشاره في الميدان الذي يدخل إليه سيد العميد أشرت إلى أن الجيش السوري يسعى لأن يقيم نوع من قوس أو جيب يتوسع فيه ويكون فيه أريحية وتمكين عسكري في حزام أمني هذا الحزام الأمني كيف يتم تأثير على واقع الفصائل المقاتلة هناك مضاف إليها أنه فيه عندها اقتتال داخل لكن من ناحية العسكرية هذا الجيب أو الحزام كيف يؤثر عليها عسكرية مبدأيا استراتيجية أصبحت واضحة التي يتبعها جيش السوري في الغوطة الشرقية أو في التقدم في الغوطة الشرقية هي تختلف عن استراتيجياته في ريف حلب وتختلف عن استراتيجياته التي استعملها في تدبر استراتيجية الآن تقضي بالسيطرة على نقاط معينة وعلى بلدات معينة يختارها تبعا لمعطيات لها علاقة بين المسلحين أو لها علاقة بعناصر مغالية للجيش في هذه النقاط ومنها ينطلق ويتمدد كل الأحوال كنت أسألك أن هذا الواقع الفصل كيف يؤثر حتى بمعنى هذه المناطق تنفصل عن بعضها بالنسبة للفصائل المقاتلة تتأثر بطرق الإمداد بالتواصل مع بعضها أو بالنقاط التي متمكنة في وجودها الميداني نعم بعد السيطرة على نقاط والنقاط التي أصبحت واضحة أنها عبارة عن بلدات معينة هذه البلدات المعينة يتم ربطها ببعضها عبر محاور معينة ويتم تركيز قوة فيها للتمركز فيها والتمدد باتجاه مناطق أخرى ستبقى معنا أيضا سيادة العميد إذن مشاهدين نواصل أيضا في هذا الملف السوري حيث أكدت الخارجية الروسية ألا حديثة مع واشنطن حاليا بشأن إجراء عمليات مشتركة عسكرية في سوريا من جانب آخر اتهم مركز حميميم لتنصيق التهديئة في سوريا جبهة النصرى بمحاولة إفشال نظام التهديئة ولسيما مع تعرض حي الشيخ مقصود وأحيان أخرى في حلب لقصف نفذته الجماعات المسلحة وجبهة النصرى وإلى ريف حلب الشمالي حيث أعلنت تنسيقية المسلحين سيطرة تنظيم داعش على بلدة يحمول بعد اشتباكات مع المجموعات المسلحة أدت إلى سكوت قتلى وجرحة في صفوف الطرفين وإفقى مراسل الميادين فأن سيطرة تنظيم داعش على يحمول تجعله قريبا من إعزاز الحدودية مع تركيا وتفصله عنها قرية الند من حلب ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الميادين رضا الباشا رضا قبل ساعات نقلت لنا أن الواقع الميداني لحلب وإريافا هادئ هل ما زال الوضع كذلك؟ نعم رمي فعلا الواقع العسكر الميداني بين الجيش السوري والجماعات المسلحة يعتبر هادئ لا يوجد اشتباك عسكري أو محاولة من قبل الجيش السوري أو حتى الجماعات المسلحة من أجل اقتحام مناطق جديدة في مدينة حلب ولكن يركز الجيش السوري حاليا على استهداف الجماعات المسلحة وتحركات الجماعات المسلحة في المناطق وخطوط إمدال هذه الجماعات في المناطق الواصلة بين ريف إدلب الشمالي وصولا إلى ريف حلب الغربي والجنوبي إضافة إلى مناوشات تشهدها بعض المناطق طبعا الجماعات المسلحة على جبهات مدينة حلب قصفت العديد من أحياء مدينة حلب الغربية بقذايف الهون إضافة إلى تركيز الجماعات المسلحة على استهداف الطريق المدخل مدينة حلب من الناحية الجنوبية الغربية عند مدخل الرموسة من خلال قناصية الجبهة الشمية في تلك المنطقة الأمر أدى إلى استشهاد مدنية قبل قليل في الـ 24 ساعة الاستهداف أدى إلى استشهاد أربعة مدنيين وجرح أكثر من عشرة مدنيين آخرين إضافة إلى ذلك تعمل الجماعات المسلحة على قطع هذا الطريق من خلال قصف القذايف الهون الأمر الذي دفع الجيش السوري لتغيير حركة أو دخول المدنيين من مدخل الرموسة إلى جهة أخرى من أجل تجنيب المدنيين طبعا القصف وطلقات القناص بعد استشهاد عدد من المدنيين في هذه المنطقة كذلك الجماعات المسلحة أيضا استهدفت الأحياء السكنية في جمعية الزهراء وحلب الجديدة وصولا إلى الميدان والأعظمية بقذايف الهون والعلى الاستهداف الأكثر لقذايف الهون كان في حي صلاح الدين الذي يتعرض لقصف عنيف بقذايف الهون من قبل الجماعات المسلحة إلى الآن لا توجد حصيل الأضرار أو الشهداء في هذه المنطقة ولكن يمكن التأكيد بأنه يستهدف هذا الحي بشكل كثير جدا بقذايف الهون من قبل الجماعات المسلحة أما الجبهات العسكرية بين الجماعات المسلحة وتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي طبعا تنظيم داعش يعمل حاليا على قصف مدينة مارع المعقل الرئيسي للجماعات المسلحة في القصف الشمالي من ريف حلب الشمالي بالقرب من حدود السورية والتركية هناك قصف عنيف أيضا على هذه المدينة التي تعتبر أيضا منطقة عسكرية تسيطر عليها أحرار الشام والجبهة الشامية ويعمل تنظيم داعش من أجل التقدم إليها أما القرى التي تحدثنا عنها وسيطر عليها تنظيم داعش فهو مسلث من القرى يتم تبادل السيطرة عليه بين الجماعات المسلحة وتنظيم داعش في المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية أشكرك جزيلا شكر رضا الباشا مراسل الميدين كنت معنا عبر الهاتف من حلب ومجددا نعود إليك سيادة العميد شارل أبي نادر ونفتح هذه الخارطة في أجزاء من أرياف حلب المشهد العام يبدو في هدوء في المشهد الميداني تحديدا في المواجهة بين الجيش السوري والفصائل المقاتلة في جبهات حلب قراءتك العسكرية لهذا الهدوء؟ هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة ترى ذلك؟ مبدئيا لأنه نفس الهدوء ونفس الطريقة التي صارت أثناء وقف إطلاق النار الأول قبل الهجوم على العيس سابقا وقبل الهجوم مؤخرا على خانطمان ما زالت القزائف الهاون تطال المدنيين داخل أحياء مدينة حلب ويسقط شهداء مدنيين ولكن المسلحين الآن بعد أن خفق القصف عليهم على المنطقة الخلفية لخانطمان حيث يسيطرون وعلى النقاط الرئيسية التي يدخلون منها العتاد والسلاح من أرياف إدلب ومن المناطق التركية هم الآن تعرضوا في الفترة الأخيرة لضغط وتقطية مدفعية عنيفة على منطقة خانطمان ومنطقة خان العسل هم الآن يعيدون انتشارهم أنا بتقديري ويتحضرون أما لحماية مراكزهم وهم يحتطون لهجوم معين من الجيش السوري وأما تحضيرا لهجوم معين طبعا أنت ربطت بين الهدوء ما قبل تل العيس والهدوء الآن علما أنه قبل تل العيس كان فيه تهدئة أو نظام تهدئة الآن الهدوء مختلف مع انتهاء أصلا التهدئة التي مددت لمرتين بالمبدأ لم يتغير شيء في موضوع المفاوضات وفي موضوع التحاق المجموعات المعينة وخصوصا جبهة النصرة وتوابعها التي انجرت معها في المعارك الأخيرة في موضوع الهدنة وفي موضوع أطلاق النار وهم ما زالوا يدخلون أسلحة وما زالوا يحضرون أنفسهم لمهاجمات معينة حتى الموضوع السياسي هو على توتر مستمر في موضوع المفاوضات وفي موضوع التصريحات بكل الأحوال حتى هو هدوء من جانب الجيش السوري وحلفائه أشار أيضا زمير ضلباشا إلى نقطة لها علاقة أيضا بالجبهة بين تنظيم داعش والجبهة والفسائل المقاتلة هناك تحدث عن يحمول سيطرة الآن عليها تنظيم داعش هناك تتالي للسيطرة ومسلس أيضا القريب من الحدود التركية على ماذا يقوم هذا الاقتتال؟ يحمول بدأت تضغط على مناطق أعزاز وبالمبدأ الأتراك وحتى الأمريكيون يقولون أنهم سوف يتدخلون عسكريا والأتراك بالأخص وأدخلوا أسلحة جديدة وأدخلوا صواريخ جديدة لمواجهة داعش في هذه المنطقة وهم دائما يدخلون أسلحة ويتكلمون عن إدخال أسلحة ونرى داعش يتمدد على الأرض أكثر في المناطق الحدودية مع تركيا ويدغط على مناطق جبهة النصرة والمناطق الأخرى أحرار الشام والتي ممكن أن تكون في مكان ما وفي وقت ما معتدلة وتدخل المفاوضات هم يدغطون إعلاميا ويدخلون أسلحة وداعش يتمدد ميدانيا وأشار أيضا إلى نقطة مارع تبدو مارع نقطة أيضا ميدانية وستراتيجية مهمة ما الذي تقدمه لتنظيم داعش؟ مارع توسع انتشار داعش وتضغط على المعابر الخلفية لمنطقة باب السلامة وأعزاز ويصبح تواجه جبهة النصرة والمسلحين الآخرين غير داعش في هذه المنطقة محصورا في منطقة هم محاصرون من الوحدات الكردية من اتجاه الغر ومحاصرون من وحدات داعش من اتجاه الشرق والجيش السوري من اتجاه ندبو الأز والزهراء أشكرك جزيلا شكرا على كل ما قدمته لنا في هذه الميدانية سيدة العميد المتقاعد وأنت أيضا باحثة عسكري شارل أبي نادر لم تستبعد منظمة العفو الدولية أن تكون جماعات مسلحة من المعارضة السورية قد ارتكبت جرائم حرب في قصفها المكثف لحي شيخ مقصود في مدينة حلب شمال البلاد هبا محمود ضمن حلقة مفرغة تدور قضية استخدام المجموعات المسلحة للأسلحة الكيميائية في سوريا منظمة العفو الدولية تدخل إلى خط الاتهامات وتقول إن جماعات مسلحة من المعارضة السورية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في قصفها المكثف للشيخ مقصود المنطقة ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب شمال البلاد بيان العفو الدولية قال إن جماعات مسلحة تحاصر حي الشيخ مقصود وبصورة متكررة تقصف ضمن هجمات عشوائية منازل مدنية وشوارع وأسواق ومساجد لا تقدم المنظمة دلائل قاطعة ونهائية بل تترك الباب مواربا لتقول إنها جمعت أدلة على مقتل العشرات من المدنيين في قصف الحي مع دلائل على استخدام سلاح كيميائي يرجح أنه غاز الكلوريسام لوحت المنظمة إذن بارتكاب جرائم حرب لتنضم إلى العضو في لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كارلا ديل بونتي التي كانت قد أعلنت أن مقاتلي المعارضة السورية استخدموا غاز الساريني في سوريا وكذلك للأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون الذي لم يستطع التغافل عن شهادات توثق بالصورة والأدلة ليعلن ضرورة تشكيل فريق للوقوف على حقيقة استعمال هذه الأسلحة كما أن الاتهام يأتي بعد أيام من إعلان مركز حميميم لتنصيق المصالحة في سوريا أن عددا من سيارات الشحن كانت تنقل ذخائر عسكرية يدوية الصنع تحتوي على مواد سامة منتجة على أساس غاز الكلور ووصلت من محافظة إدلب إلى شمالي حلب الذي تسيطر عليه جبهة النصرة المتهم المشترك إذن هو المجموعات المسلحة والنتيجة هي سلسلة من المجازر الكيميائية إن صح التعبير والأدلة صور ومعلومات تصل من أماكن الاستهداف وتشي باستخدام عدة أنواع من المواد الكيميائية وربما هذا ما أحرج جيش الإسلام الذي اعترف قبل أسابيع باستخدام أسلحة غير مصرح بها في محاولة منه إما لتدارك الموضوع أو للالتفاف على قضية يعمل ضحاياها على لفت الانتباه إليها ويعمد آخرون على تجاهلها بهذا نصل إلى ختام الميدانية نذكركم بعنوينها تشياء شعبي وحزبي وسياسي حاشد للشهيد مصطفى بدر الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت نائب الأمين العام لحزب الله يقول أن الحزب سيعلن في الساعات المقبلة عما يقف وراء استشهاد مصطفى بدر الدين مركز حميميم لتنسيق التهديئة يحمل جبهة النصرى مسؤولية إفشال نظام التهديئة عبر قصف مدينة حلب دائما المزيد من المتابعة والتقارير ومشاهدة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقع الميادين بالإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي والمزيد على رأس الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة